كنا نتكلم على الإصابات الرياضية فتكلمنا بداية على خشونة نفس الرجبة واتكلمنا على هشاشة الأزام فعلى الشاشة عندنا دوقتي فيه صورة دي صورتين ما بين عظم ضعيف وعظم قوي يمكن لسه السؤال اللي كنا بنسئله بتقول عظم ضعيف هشاشة الفرق ما بين العظم الهش والعظم السليم على شمال الشاشة ده العظم بيكون شكله سليم منلاقي الخروم بتاعته مش واسعة ديئة فالعظم متماسك ومترابط مع بعضه مليئين على الشمال نتيجة نعص بقى بيبقى نعص فيه فيتامين دال لفترات طويلة فبيأدي إلى نقص أو عوامل أخرى بتأدي إلى نقص الكالسيوم اللي بيترصب في العظم أو بيكون الكوالية بتاعت العظم كله بالبروتينات بتاعته بيكون قليلة فبالتالي احنا بننصح دايما عشان ما نوصلش للشكل ده هو التغذية السليمة الاستمرار الوعات في الشمس فترات كويس عشان ينشط فيتامين دي طبعا الصورة اللي قدامنا على الشاشة السؤال اللي تسألناه كتير هو مفصل الرجبة وليه دايما الناس بتشتكي بمفصل الرجبة سواء بإصابة أو بخشونة احنا هنشوف هنا على الشمال كأن فيه كرة على طبق هو ده بالضبط شكل مفصل الرجبة بتبقى العظم الفخد بتبقى كأنها كرة نهايته وعظمة الصاك بتبقى عاملة زي الطبق فبالتالي العوامل السبات للكرة على الطبق هي الأربطة والغضريف يعني التكوين للأنسجة حوالينا المفصل فلما بيحصل فيه إصابات للغضروف والأربطة بيؤدي إلى أن الكرة دي كأنها بتجري من على الطبق فبيبدأ يحصل فيه احتكاك فتؤدي إلى الخشونة اللي في المفصل اللي احنا بدأنا نتكلم عليها فالصورة دي لازم نعرفها شكوية جدا إنه هو ده الشكل بالضبط المفصل بيكون زي كرة نهايته كرة على طبق فعوامل السبات بتحها السبات عشان يكون المفصل سابت هو الأربطة هنا لما نبدأ نمارس رياضة ويكون فيه أربطة فيه طوع يبدأ يشتكي بإيه بشكوى زي ما ده يقول رجبتي بتقلمني مش قادر يمارس بشكل مثالي فبالتالي يجب العلاج المثالي للإصابات اللي موجودة فيجب دقة التشخيص دقة التشخيص عشان ندي العلاج المناسب